ألاف المحتفلين احتشدوا في مدينة بامبلون الإسبانية الأسبوع الجاري وهم يطلقون الهتافات ويرشون بعضهم البعض بالنبيذ ويطلقون الألعاب النارية في طقوس تقليدية تؤذن بانطلاق المهرجان السنوي لرقد الثيران بالمدينة سان فرمين هو الاسم الإسباني الذي يطلق على المهرجان الأشهر في إسبانيا ويستمر لمدة تسعة أيام ويجذب المهرجان ألاف من السكان المحلين والسائحين الأجانب من كافة أنحاء العالم الذين يفيدون على أحد ميادين المدينة وهم يرتدون الملابس البيضاء ويلوحون بمناديل حمراء خلال فعاليات المهرجان الصاخب وتستمر تلك الفعاليات حتى منتصف ليلة الرابع عشر من يوليو الجاري وتتألف من مائتين وأربع ساعات متواصلة من الاحتفالات وخلال أيام المهرجان الذي يرجع تاريخه إلى عام 1591 يرقض ألاف الناس يوميا في شوارع المدينة الضيقة من الساعة الثامنة صباحا أمام ستة الثيران على مسافة 846 مترا من الحضيرة التي يطلق منها الثيران وحتى حلبة المصارعة محمد الجبالي ويترس ترجمة نانسي قنقر